اجتمع معاليا الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع أخيه معاليا الأستاذ عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامشي مؤتمر يونخ للأمن في دورة الثالثة والخمسين بجمهورية ألمانيا الاتحادية جاء الاجتماع في إطار التشاور المتواصل وتنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين في كافة المحافلة الدولية خلال الاجتماع تم تبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والتغلب على ما يوجهها من تحديات بما يضمن وحدة وسلامة دولها وتحقيق التنمية والاستقرار لشعوبها ومنع أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها كما تم بحث أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر ميونخ للأمن وتبادل وجهات النظر حيالها